إذن أجرت قناة الجزيرة ولأول مرة كما قال الصحفي اللي أرسلوه حوار مع رئيس جزائري أعتقد أنها نعم أول مرة لأنهم كانوا أجروا صحيح حوارات آنذاك مع المرشحين في 99 بما فيهم بوتفليقة ولكن لا أعتقد أنهم قاموا بحوار مع مع أي رئيس جزائري من قبل لكن أول ملاحظة تلاحظها في هذا اللقاء هو أنهم برمجوه وبثوه حسب ما علمت أنهم بثوه على الخمسة بتوقيت الجزائر اللي هي معروفة ماشي برايم تايم يعني ماشي توقيت مهم التوقيت المهم للأخبار عالميا معروف التوقيت المهم للتلفزيونات عموما معروف في العالم أجمع وهو عموما ما بين الساعة الثامنة والساعة 11 ليلا هذا هو التوقيت الأهم اللي يسموه برايم تايم في العالم أجمع بأي توقيت كان الإنسان يعني ما بين الثامنة مساء والحدي عشر قد يتد الأمر إلى الثاني منتصف الليل وقد يتقرب إلى السابعة يعني خمس ساعات كأقصى حد هي البرايم تايم وإن كان ما بين الثامنة والحدي عشر هي أساس البرايم تايم إذن بالثوهلو في وقت شبه ميت وهو وقت الخامسة والأمر الثاني لملاحظة شكلية أولية هو من بعثوله صحفي من الصف الثاني حتى لا أقول من الصف الثالث يعني في الغالب لما تجرى حوارات مع رؤساء الدول عندما يكون الرئيس دولة حقيقي أو مع الشخص الأول أو الثاني في أي دولة في الغالب القنوات أو الجرائد أو المواقع يرسلوا أهم صحفيين لديهم إما أهم صحفيين وأيضا في نفس الوقت يكونوا مسؤولين يعني يكون صحفي ومسؤول أيضا في نفس الوقت يحدث هذا مع الريدكتور أونشيف مثلا في الجرائب صحفي ولكنه هو رئيس تحرير يحدث هذا أيضا في القنوات أو يرسلوا أشهر الصحفيين المعروفين لديهم لأنهم يتحدثون المفروض مع رئيس دولة أو زعيم دولة أو زعيم يعني حتى ولو كانت مهش دولة يعني حتى ولو كانت مثلا منظمة لتحريرية أو زعيم ثورة أو زعيم بأي حال من الأحوال لكن أرسلوا له كما قلنا هذا الصحفي وهو معروف بالتسعينات أنه كان من أبواق الإرهاب ما الإرهاب هذا المسمى عبدالقادر عياض ومعروف أنه من يعني من الجماعة اللي عندهم علاقات قديمة مع الحنوشة أرسلوا له إذن البث في وقت تماما مش مهم صحيح أن القناة ذكرت عنوين له في أخبارها أمس ولكن البث البرنامج ككل كان في وقت فراغ تقريبا وصح في مدرجة الثانية أو الثالثة وربما حتى الحنوشهم اللي طلبوه باعتبارهم أنهم يعرفونه ويعرفهم ربما جيدا ترجمة نانسي قنقر